بسم الله الرحمن الرحيم دي مقدمة الجزء الرابع في السلسلة وهو اللي هيتكلم عن ازاي نبني بقى السيستم بتاعنا ازاي عرف لمس ان انا اه عايز ابني نانو ماتيريال بمورفولوجي معينة عايز ابني نانو كومفوزت عايز احط بوليمرز عايز احط وطر موليكيولز وهكذا ففيه حاجات كتير فامثلة كتير في الرسائل وفي الابحاث اللي 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 بسيت عليها واللي اشتغلت سواء على لمس او على برامج موليكرا انا ميز مغيرو. اما حاجا ان الشغل البحسي في الاتجاه ده بيبني حاجات كتير. انا ما حيب ابني متل نانو بارتكالز. عايز ابني قول نانو بارتكالز. مش لازم نانو بارتكالز ممكن بكزا مو اي مورفولوجي تانية. المهم من حاجة المتلز. عايز ابني سينبلكريستلز. عايز ابني ام不能 buysنا اي حاجة بسيطة تانية جاسين زغيرة منه نانو بارتكالز. عايز ابني زين كوكسيد لحاجات اللي زي كده نانو دي لازم اشكال زين كوكسايد بس ستبقى نانو شيت زي ما اتفقنا. عايز ابني اي حاجة زي كده. عايز ابني ارجانيك موليكيولز مثلا عايز ابني جزيء لصبغة. عايز ابني جزيء لفوليمر. عايز ابني كزا حاجة. يعني في كزا نوع من انواع المواد. لو انا عايز مسلا اعرفه ان عندي جول نانو بارتكالز في مية. او عندي مسلا سيلبر نانو بارتكالز ماشية في فلويد تاني زي الدم مسلا. قرات الدم. انا شوفت ناس بتشتغل تطبيقات بيولوجيا زي كده. وزي ما احنا نتكلم ان شاء الله. هم حب اعمل فلوينج سيستم. هم حب فهموا ان انا عندي مسلا الانو متيريز بتتحرك. مع مسلا في سرايان معين مش بس سافتة. عايز ارسم حاجة هتتحرك ان شاء الله فيما بعد. اه عندي مسلا فلويد مية مسلا ماشية في قنوات. عندي مسلا غاز ماشي جوه كربون نانو تيوب. فوها كزا. ازاي ابني حاجات زي كده. طبعا في كزا حاجة تانية. ازاي ابني حاجة امورفوس. يعني احنا عارفين ازاي نبني حاجة كريستالين. لكن دي حاجة سهل ومنطقية. لكن الحاجة امورفوس ابنيها ازاي. وفيه شغل رسائل زي كده هوات بشوفه. فانا بحاول اجمع من الرسائل والابحاث خطوة البلدين بس خطوة ازاي بيبني. وابتدي ان شاء الله نجمعها ونتضرب عليها كمهارات هنا هوات بازن الله. كل ما لقيه مادة في مهارة جديدة فيها ابتدي اضيفها هنا هوات بازن الله. الجزء ده اقترح ان ان انت تستخدمه كمرجع مش كليستة. يعني انت بشيء سمتشوف الفيديوهات كلها عارة بعدها بالترتيب. انت اهم حاجة ان انت تنقل المواد اللي انت عايز تحضرها وترجع لها. او تختار برنامج معاين من البرامج اللي احنا اشتغل عليها ان شاء الله وتركز معايا تعرف المهارات المختلفة اللي عليها. عشان تبقى متمكن من البرنامج ده. واحنا شغلين بقى بازن الله في الامثلة وفي التطبيقات وفي الحاجات دي لو انت لقيت مادة غريبة عليك ما عارفتش تحضرها ازاي او اتكلمت انا عن مادة وقلت لك بس احنا اتكلمنا دي عنها خلاص في جزء رقم ربعة ازاي نبني المادة الفرانية وهركز مع التطبيق اكتر لان طبعا جزء رقم سابعة تمانية انا لازم نركز مع مع الابليكيشن. لازم نركز مع شغل الريسيرش بقى جوه لان خطوة خلاص بحنا عمل لها جزء كامل في السلسلة لها جزء دا. فتقدر ترجع لها بقى انت هنا في الفيديوهات دي. تقدر تشوف بقى انت في الفيديو ايه اللي فايت منك وتقدر تشوف انا بنيته ازاي. يعني مسلا انا وانا شغال بنيت مسلا اه كاربون بشكل معين وحطيت جواه منها مسلا هيدروجين موليكيولز. انت ما تفرجش على الفيديو ده مش مشكلة. بس انا بتكلم في التطبيق. لو انت ما عارفتش زيه تبني حاجة زي كده ارجع له بقى نوات في في التطبيقات دي ان شاء الله وشوف. السلسلة دي اعتقد اتقسم كالقياتي. اه من اول الفيديوهات رقم اربعة واحنا طالين اربعة واحد اربعة اتين اربعة تلاتة هنحاول نبني بلمس نفسه. لمس عليه اوامر بناء بسيطة وسهلة. نحاول نستخدمها على قد ما نقدر. فانا كل ما لاقي رسالة او او سكريبت مكتوب او تيوتوريا او حاجة مستخدمين برنامج لمس في البناء. هبتدي ايه احاول ابسطها بازن الله وسجلها واحطها اين هو ده. بعد كده من اول اربعة مية هنبتدي نستخدم اول معنا. اول ابسط سوفت وير هلاقيه وححس ان هو ده انسب حاجة نعملها. هتلاقي الفيديوهات مكتوبة رقم اربعة مية. فانا شخصك تقول لها من الارقام يا. انت ممكن تلاقي هنا مسلا ايه اربعة تلاتة اربعة خمسة اربعة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر. وبعدين وقفنا عند اربعة احداشر مرة راح تتلاقي اربعة مية. عادي ما تلاقش. هو انا سايب لنفسي بس اماكن في في الفيديوهات في السلسلة علشان اقدر ازود بعد كده. لان انا مش يعني زي ملتراك كل ما لاقيه بقى تطبيق جديد او كل ما لاقي حاجة جديدة بطيط اضيفها. بعد كده السوفت وير البعض هفيد من اربعة متين. فبرضو انا عايزك ما تلاقش عادي. اربعة تلتمية. اربعة ربعمية وهكذا. فانت ممكن مسلا تلاقي فيديوهات اسمها اربعة امتين واحد. اربعة امتين اتنين. اربعة امتين تلاتة. اربعة امتين اربعة. بعدين مرة راح تتلاقي اربعة تلتمية. لان ده سوفت وير جديد. واكس. ده بس الفكرة اللي عايزك تفاهم. انه السلسلة كبيرة. وكان المفروض مسلا الجزء اربعة ده يتعمل له السلسلة الواحدة على اليوتيوب. بس انا مش عايز الدنيا التو. عايز كله يبقى محتوط في بلاي لست واحدة. بحيس انا بكلمك. اكيد حكلمك عن مثلا السيلفر عن الكبر عن الايرن. انهم مرايبين او من بعض. فهي جولد هنا مجرد مثال. يعني اه مثال عين. بدل ما معممها اوي. يعني انا بكتب ايه? مثلا جولد فانت لو دخلت على جولد هتلاقي حاجات مختلفة. لما اكتب لك مثلا اه 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 ميتال اوكسايد دي معنا ان احنا هنلاقي ان شاء الله جوه الزينك اوكسايد الحاجات دي مختلفة. لان الحاجات دي كلها تبقى قريبا بعضها. لما اجي اكلمك مثلا عن نانو تيوبس. مش لازم مثلا الكربون نانو تيوبس بس. النانو تيوبس في صوفتوير بتعمل لها نانو تيوب بيلدر ينفع مع اي حاجة. ينفع مع الكربون ينفع مع البورون. ينفع مع اي نوع من انواع النانو تيوبس اللي الناس بتستخدمها او الشيتس حتى. انو انت عايز تفتح الشيت هيبقى جرافين هيبقى برو بروفين ايو حاجة زي من الحاجات دي. كل الشغل اللي مبني على الجرافين بس بدل الكربون زرات تانية هتلاقيه بازن الله. وهنحاول نوضح طبعا انا على قد ما اقدر حاول اعمل فيديوهات متفرقة بحيث انه ايه ما تبقاش كلها في فيديو واحد بس يعني مع عدد السلسلة ومع تشابه والحاجات غزبا عننا. لازم مسلا زي ما قلتلك الجولد والسلفر والكبر والايرون كل الميتلز اسهل حاجة تتعامل ان هي تتعامل في فيديو واحد. ووضح لك الفكرة بتمشي ازاي. فعايز اقول لك ان انت ايه مش لازم تتخيط بترتيب السلسلة بس اسمع على قد ما تقدر لان هي مهارة في الاخر. ايا فن ان انت تبني حاجة اه مهارة مطلوبة معاك عشان ان شاء الله لما تيجي تنفس فكرتك البحسية تقدر ترجع لاقرب مسالة واقرب تطبيق. مفيش حد هيبقى ايه عمال يقلد لك كل حاجة انت نفسك فيها. انت نفسك تعمل حاجة معينة ونفسك تعمل فكرة معينة. صعب تلاقي فيديوهات لكل حاجة في دماغك. لكن سهل ان انت تفهم تطبيق معين وين تقلده. او تكمل انت عليه خطفة او تزود انت عليه حاجة او تجمع تطبيقين مع بعض. انت لقيتني هنا مسلا عملت جول نانو بارتيجلز. ولاقيت هنا عملت حاجة مسلا ماشية في قنوات او كده. فانت تقدر تستخدم الاتنين عشان تعمل تطبيق بيولوجيكا معين. وهكذا. فهم قصدي? اتمنى ان شاء الله ان يعني فكرة توضح مع الامثلة بازن الله. وآآ يعني شكرا انجزينا انه اتمنى ان ان شاء الله تلاقي الفيديوهات مفيدة لك ان شاء الله وآآ وفي نقطة اخيرة انه هتلاقي في المصادر تحت هتلاقي قنوات لناس بتبني برضو باستخدام بس اغلبهم تبقى انجليزي يعني اغلبه شرح انجليزي. فانا اما تعلمت منهم يا اما انا بذاكر مع نفسي وبضيفها. فانت حتى لو عايز تسابقني انت بشازم تتقيت بي انا بس. انت ممكن تزاكل لوحدك حتى لو انا حاجة ما عملتهاش هتلاقي ارجع للمصادر تحت هتلاقي يكاتب لك مصادر قناة كزا لبناء ببرنامج كزا. قناة كزا على يوتيوب للبناء باستخدام برنامج كزا. عشان تقدر ان شاء الله انت هتتحرك تبقاش ايه معتمد علي او يعني ايه متأخر بسبب اللي انا بعمله. واخر حاجة ان انا عند اربعة مية هعمل مقدمة للبرنامج. اربعة امتين هعمل المقدمة للبرنامج. تقدر تسمع مقدمة للبرنامج. ممكن جواها برضو من دابل اعادة والتكرار ان انا حطت لك المصادر اللي تعلمت بالنها البرنامج ده او المصادر اللي تعلمك للبرنامج ده. علشان زي ما قلت لك فهو الموضوع كله عبارة عن فن وعشان انا مش عايزة حتى اللي قداميني نواي امقيد بان انا اعمل له سلسلة مخصوص لا. انت انطلق وتحرك براحتك واعلم نفسك بنفسك عشان ايه يدر تنجز بإذن الله فأأسر وقتوك. شكرا.